أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى وما أجمل أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم بل ما أحلى وما أجمل أن يتحدث الإنسان مع الله عز وجل وأن يحدثه الله سبحانه وتعالى إن هذا الحديث يكون من خلال قراءة القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن هذه القراءة لهذا الكلام الذي هو منزل من الله سبحانه وتعالى والذي هو أفضل كلام هذه القراءة إنما تفيد في الشفاعة للإنسان يوم القيامة بل إن قراءة بعض السور تشفع للإنسان في قبره فيقول عليه الصلاة والسلام إقرأوا القرآن ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الأثر؟ ما النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات التي يمكن للإنسان أن يقوم بها في حياته تلك العبادة المتعلقة بقراءة القرآن الكريم ليس هناك كلام ليس هناك كلام يتعبد بقراءته وتلاوته إلا القرآن الكريم أي كلام مهما كان إذا قرأته أو إذا تحدثت به لا عبادة فيه إنما العبادة بالتلاوة تقتصر على قراءة القرآن الكريم ولذلك حينما يتحدث العلماء عن القرآن الكريم فيقولون كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته وهذه من خصائص القرآن الكريم هذه العبادة عبادة عظيمة يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بكل حرف ليس بكل كلمة أو كل آية أو سورة وإنما بكل حرف يأخذ عشر حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم وهو يبين التجارات الرابحة والتجارة التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها وأن يقوم بها تلك التجارة التي تنفعه في دنياه وفي آخرته يبين الله عز وجل أن هذه التجارة المستمرة والتي لن تبور تلك التجارة المتعلقة بجني الثواب والأجر العظيم من خلال قراءة القرآن الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا؟ يرجون تجارة لن تبور ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن يوضح له عليه الصلاة والسلام أن هذه القراءة تنفعه وأن الثواب مضاعف لدرجة أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيقال له اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إن الثواب مضاعف إن المنزلة التي ستكون لك يوم القيامة إنما هي مرتبطة بكثرة طاعتك لله سبحانه وتعالى ويأتي القرآن الكريم فيشفع لك وتأتي قراءتك للقرآن الكريم لترفعك درجات ودرجات فما أحلى وما أجمل أن ينشغل الإنسان دائما وأبدا بقراءة القرآن الكريم ذلك الكلام الذي يتعبد بتلاوته والله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بيّن لنا أن الذي يتلو القرآن الكريم والذي يتأثر بهذه القراءة هو ذلك العبد المفلح وفي سور متعددة أيضا يوضح الله سبحانه وتعالى أن هذه التلاوة وأن هذه القراءة إنما تفيدك أيها الإنسان خاصة إذا تمسكت بما في القرآن الكريم فإن القرآن الكريم يشتمل على أحكام ويشتمل على آداب وعلى مواعظ وأحكام شرعها الله سبحانه وتعالى إذا ملتزمت بها كنت من الفائزين كنت من الناجين كنت ممن ينتفعون في الدنيا وفي الآخرة من سور القرآن الكريم التي قراءتها تشفع لقارئها في قبره سورة الملك فيقول عليه الصلاة والسلام سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها هي سورة تبارك الذي بيده الملك أيها المشاهد الكريم اهتم بقراءة القرآن داوم على قراءة القرآن فإن القراءة تشفع لك يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المفلحين وأن نكون من المحافظين على قراءة القرآن الكريم إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته